الكابتن حسين سعيد الكابتن يونس محمود المواصفات اللي موجودة عنده القوة البدنية عامل العمر يعني هذا مو فقط الان هو راح يبقى على هذا الان احنا فرحانين ومستوى لكن قياسا للعمرة راح تكون عنده طفرات كبيرة فعلينا ان نستغل هذا اللاعب علينا انه دائما ننطيل فرصة واعتقد هو مكسب انت تعرف المنتخب العراقي ايضا يعني مر بظرف صعب جدا يعني ابتعاد على عباس ومهند علي وايضا يعني ممكن يكون محمد داود لفترة ايضا ابتعاده فتقريبا كل خط الهجوم باستثناء ايمن حسين ابتعاد فهذا قد يكون هو عامل جيد انه فكرنا بعلي الحمادي وانطال فرصة المدرب ونجح بالاختبار الاول لكن علينا ان نكرر للفرص ممكن لا سامح الله ممكن يفشل في بعض المحطات لكن علينا ان نثق به وعلينا ان ندعمه وانا متأكد راح يكون واحد لا هذه الملاحظة جدا المميزة جدا اللاعب من يخفق في مباراة دكتورة بعض الاسماء اتمنى انه تراقب يعني اغلب اللاعبين يعني ادنا اكون مهاجم بالدنمارك احمد حسن فترة من الفترات كان معانا بالمنتخب الاولمبي حلو وايضا اكو مدافع اسمه عباس اعتقد عباس محمد ايضا كان معانا بالمنتخب الاولمبي وين عباس وين يلا اكو لاعب وسط في استراليا رفض يجي للمنتخب الاولمبي عباس بالسويد سويد نعم عباس بالسويد واحمد حسن بالدنمارك واكو لاعب يعني انا اكون ارجع للتليفون المالي اسمه موجود عندي رفض يجي للولمبي قال اذا تدعوني منتخب وطني ايجي لاعب في استراليا ممكن اعتقد كان متواصل وياي الكابتن في استراليا اعتقد كان متواصل وياي الكابتن عايد اسو او واحد من الرياضين او كابتن اكرام عمانوائل يعني متأكد واحد من اللاعبين المميزين جدا هذا اللاعب اللي في استراليا حلو فممكن ممكن يعني يكونون اضافة يعني ممكن ويا ريت تكون تتوجه لهم دعوة في بطولة كأس العرب المفروض في البطولة العربية في كأس العرب ممكن واحد يكتشف اكثر عدد من اللاعبين حتى لاعبين في دورينا هناك لاعبين مضموين يعني هذا اسمه يعني هذا ما